على امتداد هذا النهر في غير العمر يجدوا أبناء منطقة سام متنفسهم الوحيد في المنطقة هنا في وادي حضرموت تشكلت بحيرة هذا النهر الذي يأموا أبناء الوادي والزائرون من مختلف مديريات حضرموت ومن خارج المحافظة للترويح عن أنفسهم وعيش لحظات ماتعة مع جمال الطبيعة الممتد بين زرقة الماء واخضرار النخيل بعد نسيان طويل لهذا المنتج علماء الخلاب من قبل السلطات المحلية والمستثمرين في مجال السياحة يعود هذا النهر ليفرض أهميته جاذبا إليه أعين الاهتمام هذا النهر يحتاج إلى صيانة وإلى عناية من الحكومة وإلى وضع حواجز لرفع منصوب المياه فيه لأن الآن معان جراف السيول هبطت منصوب المياه إلى تحت واصبحت الأرض الزراعية مرتفعة لو تبنى حواجز مائية بيرتفع منصوب المياه يستشيدوا منه في الأراضي الزراعية السلطات المحلية بوادي حضرموت وقد أدركت مؤخرا أهمية هذا المنتجع السياحي وما يشكله من ثروة طبيعية سانحة لتفعيل منتجا سياحيا وجهت بحجز موقع مناسب على ضفافه ليكون منتزها سياحيا للراحة والاستجمام تأهيل الموقع سياحيا يتطلب تأثيث الأماكن المطلة عليه وتهذيبها لتبدو على نسق من الجمال الطبيعي ولمسات الفنية ونحن نزلنا وحددنا الموقع وانتم شفتوا على الأرض الواقع المشروع يعني موقع ممتاز جدا بحكم النهر الجاري والنخيل والأشجار والموقع التراثي اللي تتضمنه منطقة السور وبرضها مبنى للشيخ عمر إقامة منتجع سياحي على نهر غيل عمر تعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية في المديرية التي طالما حلم بها أبناء الوادي ويوفر العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية في المجال السياحي وخدماته الترفيهية والأساسية يتكون من عدة غرف فندقية ومناطق سياحية وألعاب أطفال وإلى ما شابه ذلك من المناظر السياحية ومعلم بأن هذا المشروع سيسهم في رفع المديرية ووضعها ضمن المناطق السياحية وأيضا سيساعد من إرادة المحلة التي نحن نعاني منه يعد نهر غيل عمر من أشهر معالم مديرية سافي وادي حبد رمود وهو ينبع من شمال المنطقة ليجري في قنوات ري النخيل والمحاصيل الزراعية وتحفظ فافه آجام النخيل والأشجار الكثيفة الملتفة حيث يكتمل الجمال الطبيعي للمكان بين زرقة الماء والنبات الأخضر سهم برماده قناة سهيل من مديرية سافي وادي حبد رمود